الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكملة لدروسنا السابقة في اجتماعية الصف الرابع الابتدائي بعد ما اخذنا في الفصل الاول اخذنا البيئة المحلية اولا علم الجغرافية اثنين البيئة التي تعيش فيها ثلاثة الخرائط فاحنا اخذ اربعة الاتجاهات الاتجاهات كل احنا نعرف الاتجاهات شين هي وشين فائدتنا بحياتنا الطبيعية هي الخلف والامام واليسار واليمين هاي هي الاتجاهات بس شو احنا نعرفها اليمين والشمال وهنا نعرف هذا عليها اتجاه الخلف والامام واليسار واليمين ادنا الاتجاهات اتجاهات اصلية وفرعية اول ما نعرف الاصلية احنا نعرف الفرعية من نعرف الاصلية احنا ادنا الاصلية شين هي الشمال الشرق الجنوب الغرب شون نعرف هذا الشمال هذا الجنوب هذا الشرق هذا الغرب نجي نوقف من نجي نوقف نجي نوقف نتابع من تطلع الشمس تطلع من جهة الشرق نخلي ايدينا يمنى على جهة اللي تطلع منها الشمس هي جهة الشرق 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 يعني تشرق منه الشمس نحن 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 ن الخلف مالتنا على الجنوب يعني اكون متعاكس الشمال اكس الجنوب الشمال ضد الجنوب والشرق ضد الغرب يعني دني ما يصير واحدة بصفه الثاني ولا دني صير واحدة بصفه الثاني اذا قلت خليت ايدي اليمنى على الشرق يعني ايدي اليسر على الغرب اذا خليت وجهي على الشمال سيظهر على الجنوب فمن خلال هاي العملية أعرف آني بها اتجاه آني هسا حاليا بها اتجاه أقول مين تطلع الشمس وعن طريق طلوع الشمس أعرف الغرب والشمال والجنوب واضح هذه اتجاهات الأصلية فنعرف على اتجاهات الفرعية شنه هي عرفنا الاتجاهات الأصلية ونكمل اتجاهات الفرعية شنه هي الاتجاهات الفرعية قد لاتك في اتجاهات الرئيسية أحيانا تحديد موقع مكان بدقة بالكبير يعني مثلا ده حد المكان مرات الاتجاه الأصلي الشمال أو الغرب مو هو الموقع اللي أنا أريده الاتجاهات الفرعية هي تصيب بين الاتجاهين واسمهن يجمع الاتجاهين بس نضيف حرف اليا لآخر اسم يعني ونريد نعرف نريد نكتب شون نكتبهن اتجاهات الفرعية عدنا الشمال والشرق هاي اتجاه الشمال واتجاه الشرق من رايد نكتب شنو نجي بالعدل نكتب شمال شرقي نضيف حرف اليا للأخير للشرق يعني هو اسمه الثاني شمال شرقي انتبه جنوب شرقي يعني شنو بين الشرق والجنوب بين الشرق والجنوب بين الشرق والجنوب وبين الشرق والشمال جنوب غربي يعني بين الجنوب والغرب بين الجنوب والغرب شمال غربي شمال غربي يعني بين الشمال والغرب هذا يصيب بالنوس إذا عرفت الأصلية هو هعرف الفراعية سصيب بيناتهن شمال غرب شمال غربي بناتهن شمال غربي هو شمال غرب بس نضيف حافظ الشمال شرق سصيب شمال شرقي جنوب شرق هذا بيناتهن جنوب جنوب غربي بيناتهن جنوب غربي هذه إتجاهات الفراعية يعني من أودا وقفاني إذا وقفت وجهي على اليمين وإذا ليسرع على الشمال البيناتين شوية ذات دنة أصلية واتجاه الشمال الغربي بعدما عرفنا الاتجاهات الأصلية والفرعية راح نعرف كيفية معرفة الاتجاهات شون نعرف الاتجاهات الاتجاهات الرئيسية ثابتة لا تتغير يمكن التعرف عليها بسهولة في النهار أو في الليل سواء كان داخل منطقتك أو خارجة كيف يمكن أن نحدد الاتجاهات في النهار أو في الليل يمكن أن نحدد في النهار معرفة الاتجاهات بواسطة الشمال في بواسطة الشمس فمن اتجاه الشمس نستطيع معرفة بقية الاتجاهات مثل ما قلنا نقف نخلي إدينا ليمنى على اتجاه الشمس من تطلع وحصي إدينا يسوى على اتجاه الغرق وحصي يوجهنا على اتجاه الشمال وحصي يظهرنا على اتجاه الجنوب يعني من خلال الشمس وحنا نعرف كل الاتجاهات بس مجرد نحدد موقع الشمس هو شروق الشمس هو اتجاه الشرق أما في الليل فنستطيع معرفة الاتجاه من خلال نجم القطبي الذي يشع دائما إلى جهة الشمال يعني بالليل إذا ماكو شمس شون نعرف أو ماكو قمر كذلك القمر موجود في جهة الجنوب بس إذا ما موجود أو في جهة الشرق فما موجود اليوم قمر يمكن في القطب في النجم القطبي اللي هو ثابت في السماء يحدد إنه هاي النجمة الشبيرة دائما موجودة جميعا في اتجاه الشمال فما راح نشوف النجمة هاي راح نقول هاي بالشمال خلي وجهنا على النجمة راح يستظهرنا على الجنوب يعني النجمة على جهة الشمال وجهنا نخلي سيظهرنا على جهة الجنوب ودينا نمنعه سرع الشرق ودينا ليسرع على الغرب حددنا بالليل عرفنا ساقلنا الصبح عن طريق الشمس وبالليل عن طريق النجم القطبي ونستطيع أن نحدد الاتجاهات في كل الأوقات بأي وقت بواسطة البوصلة إذا كانت عدنا بوصلة هاي البوصلة هاي بيها مهناطيس يحدد إنه شوف هاي الدبلو يعني هاي النورث وهاي الشمال وإست ووست وسوست هاي يعني الشمال والجنوب والشرق والغرب وهذه الاتجاهات الفرعية كذلك عن طريق البوصلة حدد إنه نقدر نحدد بأي وقت تجاه الشمال والجنوب والشرق والغرب مثل ما نشاهد هسا الخريطة قدر حدد الشمال والجنوب والشرق عن طريق الخريطة شلون مثل ما قلنا بالخريط اتجاه السهم يعني الشمال فأنا عرفت هسا أدهوك وأربيل ونينوة هذني في المناطق الشمالية كاركوكس نعم أنا ذني بالمناطق الشمالية غرفت ما دام عرفت هذا الشمال فأعرف وصار وجه على الشمال وحصات إيدلي من على الجنوب على الشرق يعني رافت إديالة وواسط وميسان ذني الشرق يعني ما دام إيدلي من على الشرق وهأعرف إيدليس على الغرب وهأعرف الأنبار وكربلاء غرب بغداد هاي أعرف وصلاح الدين لنجهة الغرب أما راح أعرف الجنوب عكس الشمال اللي هي البصر الذي قامتنا وهذه منطقة البصر وهنا راح نحل